موسيقى مني قالوا بأن عزيز أخنوش تراكس في الحقيقة لا مكتبوش لأن هذا التراكس تحلية المغاربة في المسائل المادية علاقية التي يتم تبتعو بها وهذا التراكس للأخنوش هو دازل المسائل اللامادية لكي يطحن حتى يويدك دقاء وأبرزوها الأمثال الشعبية سلح رمزي وحضاري بيد المغاربة لكي يواجهوا بسخرية لذعة للمسائل اللي كتواجهوا في الحياة الدينوم اليومية أو مع الحكومة أو مع المسؤولين أو مع السياسيين إلى آخره وعلى رأس الأمثال الشعبية اللي غد يطحنها يعني عزيز أخنوش واللي ما غير بقوش نستعملوا إحنا كمغاربة ابتداء من اليوم وهو ذاك المثال يعني هذا المثال اللي ما غير تستعملوا ابتداء من اليوم لن يستعمله المغاربة لإنما تطعش عنهم الجراء باش يقولوه حد ذيك المصلة اللي كانت كتتعمل بذرهم وليد ذرهمه 20 سنتيم دابا الآن وصلت الـ 17 20 درهم في السوق إلى القيتها يعني الارتفاع صاروخي بـ 1-700% تقريبا يعني ذاك الإنسان اللي كنا نقوله لي ما تسبب تبصلا دابا الآفالور دياله الآن رطلعت بـ 700-700% وهذا الغلاء دي المعيشة خصة المواد الغدائية يعني علش ضرر المغاربة لأن المسائل الأخرى يقدر ما يشريش طلوبه يقدر ما يبدل الصالون يقدر ما يبدل الصباط لكن تقول المغربي يستغنى على القويميلة دياله يستحيل وإلا غد يموت بالجوع والقويميلة نحن نعرف المقاومات دياله الأولية والبداية هي الماطيش والبصلة وهذا الماطيش والبصلة على قلة يعني وضاعتها الثمان ديالها لطالع الجبل هذه الماطيشة تعمل 12-13 درهم والبصلة تعمل 17-20 درهم والذي يزاد أدم القلب ديال المغاربة هو أن الحكومة للأخلوش من كانت الحملة الانتخابية فالحزب ديال رئيس الحكومة كان يعد المغاربة بأنه سيحصل الوضعيات ديالكم ورفع المستوى المعيشة ديالكم والتي سيعيشوا في البحبوحة حسب القول الديال الحزب للأخنوش تستهلكوا أحسن أسفة المغاربة ما بقينش باقينا شي حاجة أحسن ما بقينش المغاربة الرفاهية باقينا نرجعوا عر العهد بالأخنوش عن القول جميلة بثمان مرفوق لأن هذا الوضع الذي نحوه الانزلق وكل مرة يكذبون علينا بشي مبرير حرب روسيا، حرب أوكرانيا، حرب طنزانيا يعني المغاربة ملوه من سماع الأسطوانا حيث انتك حكومة مني جيتي خصك تحل المشاكين ماشي تجيل حقيقة المبكت فقط تبكي مع المغاربة تعود لهم الخبير علاش لأن النص للحكومة بما فيهم رئيس الحكومة النص للحكومة عندهم على الأقل 16 عام للتوزاريت العيان فيهم عندهم عشراء ديال السنوات والتوزاريت إذن هاد الوزارة ماشي جداد داخلين يلا كيضه السوق ويقلبوا البرو ويقلبوا على ستاسيون وفي انكينا الطلبة لديانهم إلى آخر الناس بين قوسين يعني رجعهم كانت في الغيز ديال التدبير الشأ العام يفترض أن يكونوا على ديرايب التقلبات والاضطرابات ديال الأسواق العالمية يفترض أن يكونوا على ديرايب بالمشاكل اللي كينا في المحيط وفي الجوار ديالنا باش يحلوا المشاكل كما قلنا للمغاربة يعني هاد الوزارة العيان فيهم دوز 160 مجلس حكومي العيان فيهم دوز 16 برنامج حكومي العيان فيهم دوز 16 للقانون المالية العيان فيهم حضر لـ 300 أو 350 ديال الجلسات الأسئلة الشفاوية الكتابية في البرنامج إذن يفترض ماذا؟ يفترض هاد حكومة الكفاءات اللي فرعولينا الرأس بها المغاربة ميكونوش يعيشو مضاربين على القاملة ومضاربين على بصلة الماطيشة والمغاربة يفترض أن لا يعودوا إلى عام لبون وإلى عام الجوع المغاربة يفترض أن يكونوا مع كوريا ومع الطيوان ومع صنغافورة وللأسف ثلاث من الأيام بأن الحكومة فيها وزراء ما عندهمش الكبدة على البلاد وما عندهمش كبدة على المغرب علاش؟ حيث هاد الوزراء واحد جزء كبير منهم عندهم شركات وعندهم مصالح في المغرب يركبوا في الأرباح باش يلا تلقى البلس الوضعية وشعلات العافية غير كوفوا في الطيارة ويزول في ليساد ديالهم ويمشوا بحالهم ويخلوا المغرب شعلة فيه العافية لكن هذا الوضع ما يخصنش المسلوليه بشرط يلا تدخلوا العقلاء والدخلوا الحكماء في المغرب باش يوقفوا هذه المهزلة ويوقفوا هذه الجرائم التي ترتكب من طرف حكومة أخنوش